نعم فعلها ترامب وما كان مجرد حرب تصريحات على تويتر تحول إلى ضربات فعلية على الأرض أمريكا بمشاركة حلفائها فرنسا وبريطانيا استهدفت في الساعة الرابعة من صباح الرابع عشر من نيسان مواقع قالت إنها مراكز صناعة وإطلاق الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام الأسد ضد دوما لقد أمرت القوات المسلحة الأمريكية بإطلاق ضربات دقيقة على مخازن أسلحة بشار الأسد إن الاستجابة الأمريكية والبريطانية والفرنسية المشتركة لهذه الجرائم ستدمج جميع أدوات قواتنا الوطنية العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية سنحاول أن نجعل سوريا مكانا أفضل لكنها مضطربة ستكون الولايات المتحدة شريكا وصديقا لكن مصير المنطقة يكمن في أيدي شعبها بالمقابل هون النظام السوري من أهمية الضربات قائلا إنه استطاع أن يتصدى لها ويسقط عددا من الصواريخ وقد تصدت منظومات دفاعنا الجوي بكفاءة عالية لصواريخ العدوان وعلى نهجه سارت روسيا التي مرت الصواريخ الأمريكية من فوق رأسها واعتبرت ما جرى أمرا غير مقبول وإهانة للرئيس فلاديمير بوتين هذا الذي كان يستعد للأسوأ في ظل أنه يمتلك قواعد في سوريا ولكن ترسانته العسكرية لا تستطيع الوقوف في وجه القوة الأمريكية وعليه فقدت أمريكا فرصة ذهبية لإذاقة روسيا مرارة الكيمياوي الذي استنشقه السوريون واستعادة كرامتها التي أهانها بوتين وأثبت ترامب مرة أخرى أن الهدف من الضربة كان مصلحة شخصية وتغطية على فضائحه وفضائح إدارته التي دخل المفتش مولر مكاتبها بالإجبار أما بالنسبة لبريطانيا وفرنسا فأظهرت أن حديثهما عن خطوط حمراء لا يجب تجاوزها تتعلق بمجرد شعارات براقة بالنسبة لمنع استخدام الكيمياوي لا إسقاط النظام في سوريا وكأنها تجديد إجازة للقتل بأسلحة أخرى لبشار الأسد الذي ظهر عقب الضربة الثلاثية في مكتبه القريب بضع كيلومترات من موقع الضربة على مركز البحوث العلمية ببرزة في دمشق بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات لن تخلف أي قتلة تصريحات كهذه تثير تساؤلات عن تحقيق الضربات العسكرية أهدافها وتطرح أسئلة شائكة حول فعالية استراتيجية ترامب في الشرق الأوسط في وقت غاب أهل القضية الأساسيين في دوما عن المشهد كليا هجر ما تبقى منهم إلى الشمال في رحلة أظهرت مدى قباحة المجتمع الدولي الذي لا يقيم وزنا للإنسان الذي يموت دون دماء ويخرج منه الزبد وكأنه وصمة عار على من يصفون أنفسهم بالكبار اشتركوا في القناة